النظر في الأدلة من غير مرجعيات من غير نظارات أيها الإخوة والأخوات من غير مسبقات ومفروضات ومقبولات قد ينظر إليها عند الخصم أو عند المخالف على أنها مرفوضات ومردودات لديك هذه مفروضات معينة مفروضات من حقك هذا هو المنهج العدي ومقبولات أيضا عندي هي مرفوضات ومردودات فاختنف انتبهوا سأضرب لكم مثال حتى لا أكون في التنظير فقط وبالمثال تضح الأمور وبالمثال تضح الأمور في علم الفيزياء المعاصرة فيزياء الكم هناك ما يعرض بمبدأ اللاتعيين اللاتحديد مبدأ هايزنبيرغ باختصار هذا المبدأ في أبسط صوره بل في أشدها بساطة أيها الإخوة يقول إن المراقب بذاته وبما يتوسله أو يتوسط به من وسائل الرقابة إنما يعمل على تغيير ظروف المرقوب هايزنبيرغ نفسه شبه هذا ببساطة قال كالرجل الأعمى مثلا الذي يريد أن يجس بيديه قطع الثلج يختبر حجمها وأبعادها ودرجة حرارتها أيضا فما هو إلا أن يضعها بين يديه حتى تتأثر مباشرة تبدأ في الذوبان ويتشوه شكلها وحرارتها تزداد قليلا مباشر لا يستطيع أن يقول لا أنا أريد أن أمسك هذا القطع وتبقى كما هي لكي أراها أحس بها كما هي لا تستطيع هذا المثال الجيد الجذاب ضربه هايزنبيرغ نفسه صاحب جميل جدا كذلكم النصوص كذلكم الحقائق المعطيات المعطيات العلمية لا يمكن أن تبقى محايدة موضوعية هي محايدة ما دمت في أماكنها حين يتلقاها السنة تصبح غير محايدة مباشرة من أول خطوة حين يتعاطى معها الشيعي تصبح غير محايدة لماذا؟ لأننا لا نتعاطى معها على أنها بينات ومجتندات بموضوعية تامة غير صحيح ليس موجود هذا الشيء إنما نتعاطى مع هذه المعطيات أيها الإخوة والبينات والأسانيد على أساس ماذا؟ على أساس مرجعية مفروضات معينة إطار فكري معين إطار إرشادي نموذج معين هكذا